عظم الله من الزمان ما شاء ومنه الأشهر الحرم التي جعلها محلاً للتعظيم والإجلال قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلقت السماوات والأرض منها أربعة حرم أي أربعة قضى الله بتحريمها وتعظيمها وتمييزها عن سائر الشهور بوجوب الاحتياط فيها وحفظ حق الله فيها وصيانة النفس عن مواقعة السيئات وإن كان ذلك مطلوباً في كل الزمان إلا أنه يتغلَّض ذلك في هذه الأشهر الحرم التي حرَّمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم فنهى الله تعالى عن ظلم النفس إما في الزمان كله وإما في هذه الأشهر الحرم على وجه الخصوص وإن كان محرَّمًا في كل زمان فالله حرَّم ظلم النفس في كل الأحوال والأحيان فلا يحلُّ من الظلم شيءٌ زمانًا ولا مكانًا ولا حالًا ترجمة نانسي قنقر